فنان كبير استطاع أن يثبت نفسه بين عمالقة الفن قارب من أسرته بسبب حبه للفن وسافر إلى إيطاليا ليقوم بدراسة التمثيل ولد يوسف واهبي في 17 يوليو عام 1898 في محافظة الفيوم اسمه الحقيقي علي بحر يوسف من أسرة سرية جدا والده حمل لقباشة وكان يعمل مفتشا للري ونشأ يوسف واهبي وترارع في بلدته في الفيوم وأتم دراسته بالمدرسة السعيدية ثم التحق بعدها بالمدرسة الزراعية بالفيوم في بداية حياته عمل مسارع لكنه كان حبه للفن أقوى وعندما أعلن رغبته في احتراف الفن اتهموا والده بالجنون وتبرق منه هارب يوسف واهبي من أسرته بسبب رفضهم أن يعمل بالفن فسوفر إلى إيطاليا ثم عمل فيه وظائف مثل جرسون وفراش فيه مسرح وبعد أن استطاع جمع المال تعلم فن التمثيل وبعدها جاء إلى مصر ليؤسس فرقة رمسيس المسرحية وشاركوا عدد من نجوم الفن كانوا وقتها مغمورين مثل زينب صدقي وأمينة رزق التقى يوسف واهبي بحب الأول أثناء دراسته في إيطاليا وهي الفنانة الإيطالية إلينا لوندا وتزواجها في عمر 24 عام لكنها كانت تغار عليه بشدة وحدث الانفصال الزواج الثاني للفنان يوسف واهبي كان من عائشة فهمي حيث نشأت بينهم قصة حب ورغم أنها تجبره بنحو 17 عام إلى أنه تزوجها وعيش معها سعيدا إلى أن بدأت تفرض قيودها عليه وحاولت الاستحواز عليه فرفض وترك لها أسرها في الزمالك وترك لها كل شيء حتى ملابسه فذهبت له وعرضت عليه أن تعطيه 500 فدان مقابل عودته لكنه رفض وقرر السفر فرفعت ضده قضية نفقة وقام المحامي بالحجز عليه وأعلان إفلاسه فذهبت صديقته الفنانة أمين الرز لتترجاها أن تتنازل عن القضية لكنها رفضت وحدثت طلاق وبعد ذلك تزوجت عائشة فهمي من الفنان محمود شوكوكو وأجبروا يوسف وابي على طلاقها بحجة أن بنات العائلات لا يتزوجوا من مونولوجست الزواج السالس كان من السيدة سعيدة منصور وكانت وقتها متزوجة من رجل سري جدا ولديها منه ابنة لكنها طلبت الطلاق وتزوجت يوسف وابي رغم إفلاسه وظلت معه حتى وفاته عايش مع زوجته سعيدة منصور وابنتها بوسينة لمدة عامين كان بيعتبر بوسينة ابنته وفي يوم ألقت بوسينة نفسها من شرفة فندق فحدثت له صدمة وكان لا يستطيع النوم حزنا عليها وعندما زار قبرها لأول مرة وجد إن موظف الفرقة قد أخطأوا ودفنوها في القسم الخاص بالرجال فأمرهم بإخراج الجسمان ودفنها بمدفن السيدات واستمر في حالة حداد كان بيمضي كل وقته في قراءة القرآن وكان يضع المصحف على رأسه حتى يستطيع النوم وفي عام 1926 حاول يوسف وهبي تكسيد شخصية سيدنا محمد في فيلم سينمائي لكنه تعرض لهجوم حاد لدرجة تهديد الملك له بسحب الجنسية وأعلنت دور الإفتاء بتحريم تكسيد الأنبياء والصحابة وقال يوسف وهبي إن كل غرضه من الفيلم التعريف برسولنا الكريم والدين الإسلامي كان معروف عن يوسف وهبي حبه للعب الأمار وسباء الخيل ويقال إنه خسر أمواله على المائد الخضراء ليرحل عن عالم نعميد المسرح العربي في 17 أكتوبر عام 1982 عن عمر نايز 85 عام بعد سقوته في الحمام فحدثت له إصابة بكسر في الحود وأثناء وجوده في مستشفى المقاولون العرب للعلاج أصيب بسكتة قلبية ودفن في بلدته الفيوم